خاطب هذا الإنسان خاطبه بصيرته الجماعية خاطب الناس باعتباره أمة الأمة المسلمة هذه عبارة الأمة لم تكن موجودة فيما سبق الإسلام في التعامل الناس يتحدثون عن العاشرة يتحدثون عن القبيلة يتحدثون عن القوم لكن الإسلام رفع الأمر إلى مستوى آخر هو مستوى الأمة وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَوَسَطًا الحديث الآن عن حديث حديث عن الأمة والخطاب موجه إلى المسلمين إلى الذين آمنوا والفرض مشهور بهذا الخطاب الجماعي لأنه داخل تقوم العموم فهذا يجعل الكنسان دائما منظور إليه على أنه ضمن مجتمع وليس فردا منعزن عن مجتمع أو منسحبا من مجتمع أو مستعليا عن المجتمع هذه القضية تجلت في أشياء كثيرة تجلت في ما أسمعه الإسلام أو ما نظمه الإسلام للقضية فرود الكفاية فرود الكفاية هي ضميمة أخرى إلى الفرود العيني حينما تكون المفروضات أشياء تكون إنسانية الإنسان وقيمة الإنسان الذاتية فالإسلام يتوجه إلى كل إنسان على حدة فيأمره بالصلاة ويأمره بالزكاة يأمره بالصيام يأمره بكل القيام وإنهاءه عن كل ملايين لا يلق تكون هذا هو الأصل أن الفرود موجه إلى الأعيان إلى الأشخاص لكن في حالة مخرى لا ينظر إلى الأشخاص وإنما ينظر إلى المجتمع فيكون الفرد فرداً مجتمعياً فالوظائف الكبرى التي في المجتمع التي يحتاجها المجتمع كلها فرود الكفاية نحن الآن تعودنا أن لا ننظر في فرد الكفاية إلا على قضية الجنازة نقول إن تجهيز الميت هو فرد الكفاية لعنى الأمة معنى فرد الكفاية معنى فرد الكفاية أنه حينما يقوم به من يستنزم الأمر وأن يقوم به فإن الأمر يرفع الخطاب يرفع الجميع وحينما يتوقف الجميع على ترك الوفاء بهذا الفرد الكفائي يأثم الجميع فالبعض ينوم عن المجتمع فإذا نابع انتهى الأمر لأن الأمر هو لا يبرى بالحصول للفعل فقد حصل ولكن إذا سقط وإذا انتنى الجميع فالجميع آثم مثل ما يقع قينما يشب حريق يشب حريق في محلة أو في قرية فإذا تضوع البعض بإطفاء الحريق فقد وقع الأمر انتهى إذا انتنى الجميع لابد أن يحترق الجميع هذا لو أفرد الكفائي الذي يفعل الإنسان أنه يعيش ضمن المجتمع وأنه ليس وحده والناس في إدليس لهم إلا فضل المبادرة إلى كفاية الأمر أن الناس المؤمنين يسعون إلى أن يكونوا أصحارها بفضل رغم أنه ليسوا مخاطبين بأيدي عينا لكنهم يريدون أن يكونوا أصحاب العين فإذا كنتظر الناس يتسابقون في هذه الفروض الكفائية يحاولون كل أن يؤديها نيابة عن المجتمع لأظن أن ثقافة أخرى تحمل هذا الميسم هذا التوجيه الدقيق لمعنى فرد الكفاية فرد الكفاية كما يقول في العلماء يعوم كل الوظائف بما فيها إقامة العذن ونشر العلم والحفاظ على الصحة وتوفير الأمن وإعانة القضاء العادلين على تنفيذ الأحكام وما إلى ذلك بما ذكر وصفقها مما يعني أن من الخطأ الكبير حبس وحجر مفهوم فرد الكفاية في بعض الأنشيطة المجتمع فرد الكفاية يجب أن يكون عاما ومتطورا ومستحبا على كل وضي كل فرد الآن توفير القدرة المالية للأمة فرد كفاية لا بد أن يقوم بها البعض وإذا فإنهما آتما التسلح العلمي الآن لا بد التهيئ لعلاج الناس وضفع أمراض وعنهم فرد كفاية ولذلك تتطور الآن هذه والتعدد هذه الفروض كفاية بتأدد حاجات المجتمع إليها هذه القضية أو هذه الصلاة هي شيء ربما جديد بالنسبة للثقافة التي كانت موجودة ولو يبتكون يومها ثقافة التضامن كانها تعطاء من الإسلام جديدا يمكن من بعد فرح هذا الحديث عن أنواع أي ضمن إيماننا بالفروض كفاية وحق المجتمع علينا ووجوب التضامن معه يمكن أن ننبس مجموعة مظاهر أولا على المستوى المعرفي العلمي إن العلم ونشر العلم هو جزء من حقيقة الإسلامية قفعة حينما ما تحدث عن الإسلام لا يمكن أن نتحدث عن الإسلام جاكل أبدا لا يمكن حتى حينما تكون في بعض المرات في بعض المرات تكون هناك مشاعر إيمان إسلامية قوية ولكن أها لا تكون مؤسسة على العلم فإنها تضر أكثر مما تنفع العاطفة لا تكفي لابد من علم حقيقي علم الشريعة الإسلامية وإن في الإنسان قد يقدم أخطاءه لها تقاليد التعليم ليس لها معلمون معروفون كانتها الشعر نعم ولكن هذا كل ما كان في هذه الأمة وحينما يطلب من هذه الأمة أن تنتقل في لحظة أو في ضرف وجيز من الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسوك إلى أن تصير أمة تخرج العلماء ويصير في عمق الصحراء كبار العلماء وكبار الصحراء فقال ذلك أن هؤلاء مشروعا عظيما بالتعليم هؤلاء مشروعا عظيما بالتعليم كان محددا ووضح المعاني وحدد ونفذ ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر الناس وقال ما باب أقوامي لا يعلمون جيرانهم ولا يفقرونهم ولا يعظونهم لإن لم ينتاره هؤلاء لأعاجرنهم بالعقوبة فلما نزل تساءل الناس من يقصد رسول الله يصدر بهذا الحديث هؤلاء الأقوام الذين يسميهم فقال إن الأشعارين من أهل يمن أناس لهم عين وله جيران من أهل بادية من أهل مياه لا يعلمون شيئا فلعل رسول الله يصدر فسألوا ذات سألوا نفسهم ذلك فبينوا أنهم كانوا مقصودين من حطابه فأنظرهم نفسهم وأمهالهم ستة أشهر ليعلموا جيرانهم ليفقرهم ليحضرهم ثم يكون مساءل بعد ستة أشهر وتم تنفيذ هذا الأمر بعد ستة أشهر كانت هذه العملية التضامنية التي تقوم فيها قبيلة بتعليم القبيلة الأخرى وبنقلها وبنقلها أصول الكتابة والعلم هذا الأمر لو تطبق بهذا المعنى لكان توجهنا لو تطبق بهذا المعنى لكان توجهنا نحو العلم توجهنا آخر أي يكون فريضة كفائية وأن من كان بجواره وفي بالقرب منه من ليس متعلما فإنه يصف عليه شرعا ويجب علي شرعا أن يعلمه والآن إنما يكون الإنسان متعلما وحاصل على أعلى درجات العلمية ولكن في بيته خادمة لا تقر ولا تكتر في بيته أمه التي لا تقرأ ولا تكتب في بيته أبوه وأولاء يعتبرون أناسا يستحقون الشفقة فقط ولكن هؤلاء ينفذ هذا الأمر الذي يجعل هؤلاء ينتقر لن يكون علماء أكدار ولكن هؤلاء يغادرون مستوى الجهل إيمانا بهذا الحديث وحديث وخطاب موجنه إلى الأمة كما يوجه الخطاب بخصوص الصلاة أو الصيام يعني أوامر صلاة مستوية في الإجاب هذا شق أو جانب فيه التضامن العلمي وأنا أريد أن أقول للسابق إن الأمة كانت تستوعب هذا الأمر إن الأمة المسلمة كانت تستوعب هذه الأمة التي في بعض الأربعات نعطف عليها ونسمها بأنها كانت أمة متخلفة لأننا مترمون بأننا متقدمون يعني نلبس لباسا جديدا أمتنا أبدا لم تكن متخلفة لم تكن متخلفة هذه الأمة التي كانت تفتح أحضانها وبيوتها لطلاب العلم الأمة التي كانت تفتح الكتاتي في القرى والبوادي يأتي الإنسان من أي مكان جاء توفر له القرية الفقيرة طعامه وشرابه ومأواه وتوفر له الأستاذ أو المعلم الذي ينقله من الجهل إلى العلم هل كانت هذه الأمة جاهلة وكانت المرأة خصوصا أن أمرا كانت حاضرة في العملية التعليمية بانتلاس أكثر بحضور الرجال لذا المرأة كانت مسؤولة عن فيس فكانت تهيئ وتتخل أفضل ما لديها من الطعام لتبعث به إلى الفقير إلى المعلم الذي يعلم الناس لو لم تكن هالمرأة تؤمن بالعلم بالمعرفة المرأة التي لا نسميها متخلفة لو كانت متخلفة هل كانت تدعم العلم هل كانت لها من قبل وزارة من وزارات الثقافة أو العلم أو التعليم ألا ولا وزارة أوقاف ولا أي شيء كانت لنا مجتمع متضامع يتحمل هذه مسؤوليات وكانت عندنا حركة علمية قوية جدا أعطتنا كبار العلماء حينما تتحدثون عن أي عالم تريدون ناس حينما تحدثون عن الرشدة وكذا من هذه الطريقة تكونها أولاقي العلماء بهذا أسلوب المجتمعي الذي فيه تضامن من أجل نقل نصب المعرفة نحن الآن باعتبار المثقفين ومرتفعين هل فعلا نستقل بشيء من هذا العكس نحن نقطع الطريقة على المثقفين المتعلمين نقطع الطريقة لابتنسو الناس حينما يأتي الإنسان ليطلو العلم إذا أراد السكان يغلاء عليه في السكان إذا كان البيت قيمته كذا يقال له إذا كان الطالبة سيستأجيرونه ويجب أن ينفع على السعر إذا كان البيت قيمته ألف درهم ويحتاجه الطالبة قلت لهم جديد كذا جمعهم جمعهم ثلاثة أربحهم لخمسة أجتمع فيقول لي إسلام الله ألفين درهم أي الناس أي الفريقين هو أكثر التحضر الذي كان يدعم المعرفة أو الذي يستغل طلاب المعرفة ولا أريد أن أحدث عن أمثلة أخرى فأنتم تعرفونها في زاز الإساء الطالب والتضييق عليه وعدم دامه أنا أقرأ في بعض كتب تاريخنا المغربي أن بعض العلماء كانوا يطعمون تلاميذاتهم كانوا يطعمونهم إذا احتاجوا وفي بعض المرات وفي حالات لم يجد أحد العلماء شيئا فباع ذابته باع حماره الذي كان لكم وأطعمه هذا حسبة لله عز وجل وفي تاريخنا لم رأنا في التواريخ الدقيق لا أقرأ في تاريخ العام لا يفيدوا كثيراً ولكن انظروا إلى كتب التراجي وإلى كتب الطبقات ستجدون شيئاً من هذا عظيماً ستجدون أن هناك فعلاً تضامن علمي معرفي أدى أو مساعد هذه هم على أن تنسر تستوعب العلم وعلى أن تنسره إذا كان هناك علماء في مستويات أخرى كان هناك أناس يقفون الأوقاف العظيمة هذه حركة معرفة كان هناك أوقاف لكل العلوم أو المؤلفات فمن نصب من العلماء على كرسي من الكراسي العلمي في الفاس أو ما شبه ذلك كان يتقضى أجر تخمين الوقف لم تكن أي من المساعدة قادرة على أن توفر له أجرة وهذا فقط هذه لبحة أو مظهر من الله أريد أن أقل الحديث إلى واجرة مظهر أبدأها بحقيقة الفقية فيها لأخلص على تلك الاستفادة ما يجب استفادته في فقنا الإسلام إذا وجدت إذا وجد شخص مقتول مقتولا إذا وجد شخص مقتولا في محلة في قرية أو حين كبير ولم يعرف قاتل لم يعرف قاتل فإن هذا الشخص الذي قتل لمدى أن تؤدى لي لأنه في القاعدة الإسلامية لا يطلب دم في الإسلام أي لا يذهب دم هذر لا يقال إن القضية حفظت أو رفعت بسانعي الشك مثلا أنه لم نجد من فعل ذلك لا فالذي يأمر به الشرق بينهن هو أن يجتمع من أهل القرية الرجال الخصوصا إنهو الذين كانوا يرقبون عن أمهن فيقسمون خمسين قسم خمسون رجل خمسين قسم أنهما قدروا هذا الرجل ولا عرفوا قاتل لم يعرفوا قاتل فإنهن حين ذاك يبرؤون من دمهن ولكنهم يتضمنون في أداء يديتهم قد يقول القائل لما هؤلاء يؤدون رضية شخص من يقتلوه ولم يعرفوا له قاتل أليس هذا ظلم يمكن أن يقول أي لسان يقول الفقه إنهم ليسوا مسؤولين عن القتل هم مسؤولون عن عدم توفير الأمل فجمع أن هذا القاتل استطاع أن يقتل في غفرة هؤلاء مع أن الأرض أو أن الأبد لم يكون متوفرة حماية تكون موجودة فإما أنهم كان يجب عليهم أن يوفروا الأمن بأشخاصهم فيحرصوا محلتهم وإما أن يستأجروا فراسة وهم لم يفعلوا لا هذا ولا ذا فهم إذن مقصرون كم نجد الآن أن العنت من أجل إقناع الآن المثقفين لا أتحدث عن عم لا تتكلموا عن المثقفين من أجل أن يؤدوا أجرة حارسي الليل الآن في الحياة تعرفون كيف يلاقي الناس ومن المشاكل حينما نجد شابا في مقتب العمر يقف الليل كله وكان يجب أن يكون في فراشه مع زوجته في البرد وحينما يقفون في الصباح يمعيكون ويقفون إعطاءه التمن على سنة ومعه أنه يتحرر بزاق يا هذا حتى لو لم يحرسك واجب عليك أن تغطيه هذا الضام لنه حينما يتضل الإنسان إلى أن يبيع راحةه في الليل وهو في شاك في مقتب العمر ربما أنت شيخ لا تحتاج أن تكون في فراشة كيف تلك هو شاب تحدي بحاجاته ويقف لأن الفقر أوقفه ثم تأتي بعد ذلك لتجابل في حقه فإنه يستوفي ذلك ثم أبعلك إذا شيك كتبت كتابا في حقيقة التضامن أو حاجة مجتمعية سهل أن نتكلم ونكتب سهل وأن ننتقل وأن نهاقش هذه وقائع رس بعيدة أنا أراها الآن أرا أن بعض التجار الكبار التجار يفلت بعضهم يقول أنا لا أدي تمن أو أجرة الحارس الغيري لأن زاري أديها وهجاري أديها فسأحرسوني حتما أي أن أنا واقع دكاني واقع بين الدكانين إذا أدى جاري هنا وأدى جاري هنا فأنا أصبح مضطرا إلى وقلوا أن أنا سلم الوجه حارس كعر عليكم هذه حراسة مسرقة هذا دس صرق حراس وصرق شابا أو حارسا ويحرش حراسة تمن غير يدي تمن تمن أن يجب من الأموال يجب ل العور ثق مغس أكبر إذا أرى تم إن إلى مغس أكبر آ سلم يقدم بشأن السيخ غزمه أو بعدوه أو بمن يتربص يجب الجهاد إذا لم يدهي العدو الأرض يجب الجهاد على الكفاية إذا هو وقف على الحدود وأصبح يمثل خطرا ينتقل الفرد من الكفاية إلى الأعياد لا يحفى منه إلا العاجز الذي لا يستطيع أن يتوتى على الراحلات أو لا يستطيع أن يحميل السلال الجميع فيجب الدافع الكبير والصغير والمثقف والتاجر قل ليس هناك إنسان دافع آخر عنه ويحتاجه ببيته لمن؟ لأن هذا تضامن من أجل الحماية الكبرى من أمه وهذا الفكر وما لا نتم به ولكن هو الذي أبقى الأمة الإسلامية بعدودها الراحلة لقد أتى على الأمة الإسلامية زمن كانت فيه في داخلة الاستهداف صليبي خصوصاً وخصوصاً في المغرب والمغرب كان على مشارف وربا وكانت الحملات إليه موجهة باعتباره مضخف في العالم الإسلامي وجاءت معركة هذه المخازن لتعطيها صورة لدول تتضافن جرودها ولمؤسسات الدينية تكون دافعة ولكن بأي شيء بأي سلاح يمكن أن يجب المغرب تعرفون مقاومة الشمال قصر كبير أبو المحاسم الفاسي والجهاد الذي خيض في القصر كبير وما حولها وهو جزء ربما لا يعرف كثير من الناس أنه الذي مثل المقاومة الحقيقية تحت لما كانت الدولة تضرب هذه الأشياء أنتم تعرفونها ربما بكيفية عامة ولكن حينما تقرؤون من ناصر الدرية وقد توفي وكانت قرى العاشق قريبا وحينما رأى أن الأعداء يطلقون البلاد والأرض أصبحت تحتل وأصبح للواجد أن تكون هناك البعث في روح تضم وكانت إنشأ قصيدة عظيمة هذه القصيدة دعاء الناصر الذي يسمى الآن دعاء الناصر ياما إلى رحمته المفرر إليه يرجعوا مضطر وهذه القصيدة كبيرة طويلة كانت هذه القصيدة ممنوعة في زمنها استعمار الناصر وكان يعاقب على قراءتها بستة أشهر سجن نافر لأنها كانت تبع إلى مقاومة الاستعمار إلى ملواجهة الاستعمار تعرفون ماذا كان من استعمار التغالي وما كان من جهود الإسبان وما إلى ذلك من الذين كانوا يتربصون بها فيها فهذه المروح التضمنية في مجال الدفاع عن الحدود وعن الأرض وعن البلاد هي التي عاشت على الأمة قديما وتعيش على الآن في مواجهة الاستعمار أو الاستطار الإسرائيلي الذي لم تحبط مشيئته كبرى الآن إلا ببقية هذه الممانعة الموجودة في الأمة هذا إذا نوع آخر من أنواع الدماء ترجمة نانسي قنقر